نفذت القوات الجوية المصرية بالتعاون مع نظيرتها دولة الإمارات أعمال الإسقاط الجوي لأطنان من المساعدات الغذائية ومواد الإغاثة العاجلة على شمال قطاع غزة يأتي ذلك بالتزاون مع تنفيذ عدد من الطلعات الجوية اليومية لمواصلة أعمال الإسقاط الجوي للمساعدات الإنسانية على قطاع غزة بالتعاون مع الأردن وعدد من الدول الصديقة المشاركة بالتحالف الدولي للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني في ظل الظروف المعيشية الراهنة رحبت مصر بكل جهد يستهدف تخفيف المعاناة الإنسانية للفلسطينيين داخل قطع غزة يأتي ذلك مع وصول أول سفينة مساعدات عبر الممر البحري إلى القطاع وأشدد المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية السفير أحمد أبو زيد على أن مصر تواصل بذل كافة الجهود من أجل تعزيز نفاذ المساعدات الملحة للقطاع من خلال معبر رفح وعبر الإنزال الجوي مطالبا إسرائيل بإزالة العوائق والقيود التي تضعها أمام عملية دخول المساعدات عبر المنافذ البرية ودعا إلى تشغيل باقي المعابر لإدخال المزيد من المساعدات لتجنب تفاقم الوضع الإنساني في غزة